بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مفتوحة في الذكرى الثامنة والتسعين لثورة العشرين تمر علينا اليوم الذكرى الثامنة والتسعون لثورة العشرين المجيدة تلك الثورة التي أظهرت تلاحم أبناء الشعب بكل أطيافهم ومكوناتهم للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم في ملحمة كبيرة هزت أركان الاحتلال البريطاني الذي كان يحاول في عراق الأمس تجميل وجهه القبيح بالشعارات البراقة مثل ما فعلت وما زالت تفعل أمريكا في عراق اليوم من حرية وديمقراطية وانتخابات صورية ونستذكر اليوم السجل المشرف الذي احتفظت به الذاكرة الثورية العراقية لثورة أبناء العراق في العشرين التي أضحت علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث وبذرة طيبة لكل معاني الخير والإباء والعزة والكرامة بعدها وما زالت صالحة الاستنهاض الهمم العشائرية والوطنية والدينية لأبناء هذا الوطن والنهوض بهم للمصالح الشاملة لعراقنا الذبيح تمر هذه الذكرى وواقع حال العراق اليوم يشابه حاله أيام العشرين مع فارق تحول الاحتلال إلى احتلالين أمريكي وإيراني يهدفان إلى تمزيقه وتدميره وما زال ينزف بغزارة أمام أنظار العالم فجثة أبنائه من النساء والأطفال والشيوخ ما تزال تحت الركام وملايين النازحين في العراء وعصابات السوء الحكومية وميليشياتها تعيث في الأرض فسادا قتلا واعتقالا وتهجيرا وتتحكم بالمشهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي مع صمت ووجل وخوف من أدعياء السياسة فيه من ذكر الحقائق وبيان الوقائع أو مجرد الإشارة للاحتلالين أما المشروع السياسي للاحتلال في العراق فهو سائر في طريق لا رجعت فيه لجر البلاد إلى هوية الجحيم بغية استئصال ما تبقى فيه من مقاومات الحياة ولعل أحداث الانتخابات الأخيرة وما صاحبها من فصول مضحكة مؤلمة مستمرة حتى الآن قد كشفت للشعب العراقي والعالم جميعا حجم المهزلة السياسية والمؤامرة على العراق وما كان لهذه الفضيحة المدوية أن تنكشف لولا وعي الشعب ومقاطعته للعملية السياسية وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات وكشفت أيضا حقيقة بعض المتستيرين بالمبادئ والقيم بتخليهم عن ذلك واستدعاء كوامل النفوس النفعية والانحرافية للتغني بالأمان الفاسدة وأضغاث الأحلام في ظل أوضاع مأساوية واقتصاد هزيل ومجتمع متفكك وأمن مفقود وحدود مستباحة وثروات منهوبة وانعدام للخدمات وحكومات تبعية وهذا ليس تشاؤما لأن إدراك الأمور كما هي دون إهام أو خداع للناس أو محاولة لتجميل واقع مرير هو أساس العلاج فحديثنا وبحثنا عن الحلول إنما هو لمستقبل شعب ومصير دولة كانت صاحبة ريادة وسيادة فيما مضى من العصور لذلك نؤكد أن المحتل مهما تقدم في مشروعه وظلمه وأجرامه بما أوتي من أدوات لذلك فإنه لا يمكن أن يستأصل روح المقاومة والانتفاضة الشاملة النابعة عن القيم والمبادئ السليمة التي تستلزم التضحية لأجل دفع الظلم والهواني على العراق وأهله وأمته ومهما كبر حجم المشاكل واستعصت على أهلها فإنها تنتظر الفرصة المناسبة والقادة الحقيقية للقيام بواجبهم للخلاص من الاحتلال وتبعاته التي أرقت أبناء الشعب جميعا وفي ذكرى ثورة العراق كله ثورة العشرين نود أن نطمن شعبنا الكريم ونبث فيه روح الأمل فسبل الخلاص موجودة وأبواب النجاة لم توصد وأملنا بالله ثم بالعراقيين كبير وتعويلنا على وعيهم وانتباههم وموقفهم الأخير من العملية السياسية الذي كان ردا عمليا على هذه العملية التي سقت الشعب العراقي العلقم ولم تعطيه من وعودها إلا السراب وواقعا مأساويا في كل المجالات وندعو بهذه المناسبة القوى الخيرة في العراق الالتفاف حول بعضها والجهر بحق العراق والعراقيين وعدم الخوف أو مراعاة هذا الطرف أو ذاك مع التأكيد على أن أي مشروع يستهدف أحد طرفي الاحتلال دون الآخر أو يغض النظر عن أحدهما لأعتبارات خاصة لن يتمتع بصفة الوطنية المرجوة ولي يحقق العراقيين ما يأملون ويتمنون ولي ينقذهم من واقعهم الذي لا مثيل له في السوء في العالم حافظ الله العراق وشعبه من كل سوء وهيئ لهم أسباب الرشاد والاجتماع على كلمة سواء يوحدون بها صفوفهم ويشد بعضهم على يد بعض من أجل خلاص ليعودوا شعبا حرا مستقلا ويعود لعراقنا أمنه واستقراره ورخاؤه وازدهاره إنه نعم المولى ونعم النصير الأمانة العامة الهيئة والأمانة المسلمين في العراق في السادس عشر من شوال 1439 للهجرة الثلاثين من حزيران 2018 للميلاد للميلاد